يا صباح الخير عليكم حبيبي. النهاردة هتكون معاكم يوم كامل من روتيني. اول حاجة ابتديت ان انا اخسل اسناني وبعد كده اسول الوجه بتاعي هو شان. انا بقلي فترة مستخدمية وحلوة جدا. آآ وبعد كده زي ما نشايفين كده بحط نقطة بين ايزي وهي مبلولة وبعد كده بعمل بها وشي. وبرطب برضك بشان مرتب حلوة جدا. وعجبني صراحة بقلي فترة باستخدم. نيجي بقى نبتدي آآ ندخل على المطبخ وانا عايزة اشارككم ان انا باخد مكمل بقلي دوات شهر ونص حبيت اشارككم برضك. كان عندي مشكلة ان انا كنت بعد واجبت الغداء خصوصا يعني ببقى عايزة ااكل حاجة حلوة. فروحت للدكتورة وعملت تحاليل مقاومة انسولين وعملت الغدة الدرقية وعملت كمان بيتامين دي. آآ تلع عندي البيتامين دي هو اتناشر وليل طبعا باخد له علاج. وكمان آآ بالنسبة لمقاومة الانسولين الحمد لله كويسة والغدة الدرقية تمام. فكده بيتلي الدكتورة ده انا ماشي عليه بقليه شهر ونص من قبل رمضان. هو حلو جدا ومكمل غزائي. وهو في زي جنزبيل كده. آآ بيخفض طبعا في الوزن وبيساعد في فقدان الدهون آآ في الجسم. وكمان ان هو بيحفز عملية الايد والتمثيل غزائي. وكمان مشكلة اللي كانت عندي اللي هو من افضل مكملات الغزائي اللي بيقوم بتخفيض معدل السكر في الدم. فانا دلوقتي ببتجي باخده آآ واحدة الصبح بس لازم تشرب معاها كوبايتين مية على طول. واحدة قبل الفطار واحدة قبل العاشة برضا كوبايتين مية. ودي ضروري جدا. وبكده بكمل بقية يومي ببقى آآ عنديه شراه خالص للحلويات. نيجي بقى نبتجي نحضر فطارنا. فطارنا النهارده هيكون عبارة عن مشروب البيض وهقطع معاها زي ما انتم شايفين ده الكرومب. اللي هو الكرومب بتاع السلطة. طبعا مشبع جدا. والناس الاول مرة تشوفني انا ماشي على نظام آآ بدون نشويات خالص. وده بسبب اللغبطة ما بعد العيد. طبعا عايزين نفقد السكريات يدخلت في جسمنا. اللي يتحولت لدهون. وكمان كمية الاملاح يدخلت في الجسم. فان شاء الله النظام دوت يعني انا آآ الحمد لله ماشي بي وآآ حاسها فرق حلو جدا. كملوا معي وان شاء الله هتشوفوا نتيجة حلوة قوي. هنا زي ما انتم شايفين انا حطيت آآ شوية من زيت الزيتون ونزلت بالبصلة صغيرة مقطعها حتة صغيرة جدا. وبعد كده المشروم شوحتهم وجهزت بتين. حطيت عليهم ملح وفلفل اسود. وحبتجي احط بقى ايه? انا حطيت على المشروم كمان آآ شوية مية صغيرين بعد ما شوحته وحطيت له طنبوت. هنا بقى آآ الكرومب بيدي معاك شبع رهيب. وفي نفس الوقت هيامل معاك اكنك عاملا بالآ يعني اكنه مسلا فيه خبز كده. لانه بيدي له كده سومك يعني هيشبعك جدا. الوجبة زي انا ممكن اعود عليها تلات اربع ساعات مدون جوع خالص لان هي وجبة مشبعة جدا. واخر حاجة بحطها بس هي معلقة من الجبنة الفيتة او جبنة قريش او لو حبت تحطي ممكن جبنة مزارلة بس تكون آآ طبيعية بدون آآ زيود نباتية. وحبتجي زي ما نشايفين كده بقلبها عالجنب دوت آآ بحيس الجبنة تسيح والجنب التاني وبتكون وجبة حلوة جدا. طبعا لازم تكوني آآ بتعملي اي نشاط رياضي مع النزام دوت. انا بعمل زي ما قلت لكم كارجيو او بنزل صراحة بكل يوم التاني كده حوالي ساعة امشيها او نصف ساعة بس ماشي سريع. هتفرق معاك جدا. كمان ما ننساش لو قدرنا نعمل السيام المتقطع طبعا هيكون معاك نتيجته حلوة جدا في النزام دوت. وحنا يسا طالعين من السيام فواخذينا على ان احنا كنا بنقعد ساعات كتيرة. اشربي بعد ما بتقطعي الاكل. سويل كتير عدم تضاري بابونج آآ ينسون شمر اي مشروب بدون سكر ولا لبن او حليب. عايز اواريكم كمان شكل ال هو انا باعتبرها فطيرة صراحة بصوا. طعمها يوم يومي وده كانت فطاري ومشبع جدا وبعدها بشوية عملت فنجال اهوان. بعدها بحوالي ثلاث ساعات هنا آآ كان بالنسبة لي السناك بتاعي هو عبارة عن آآ اي مشروب بالفكهة بنص كوباية لبن. انا وفكها انت حباها بنص كوباية من اللبن. فانا استخدمت الفراولة بما انها الموسم بتاعها وطعمها حلو. مش محتاجة خلص سكر. واللبن طبعا بيكون هو اصلا آآ في نسبة آآ سكر يعني. فطعمه حلو. آآ هبتيجي اضربها. لو انت بتحبي الحاجة فيها سكر شوية ممكن تزيفي آآ كيس او معلقة من سكر استيفيا او سكر دايت اللي انت بتستخدميه. لو حبة ممكن كمان معلقة صغيرة من العسى النحلة. مفيش مشاكل خالص. انا هنا خدت الكمية بتاعتي. وبعد بقى استمتع كده وممكن لو انت حابة تحط فيها قوالب تلج كده استمتعي واشربي مشروبك وانت كده بتتمت يعني مستمتعة. زي ما قلتلكم احنا بنعملش دايت ولا حاجة احنا ماشيين على نظام صحي نظام حياة. عايزين نعيش كده واحنا مستمتعين بكل حاجة بناكلها. جا بقى معادة الغدا والنهاردة الغدا بتاعي كان سريع ولكنه مشبع جدا. هنعمل صلاة التونة. حلوة قوي قوي مليانة خضار. ده خاص كابوتش قطعته معا شبت معا بقدونس. الوجبة دي بالنسبة لي بتبقى وجبة مشبعة ومرضية جدا. هبتجي بقى احط كده كل الخضار. ممكن تحط فلفل الوان. ممكن فلفل اخضر. اي خضار انت ممكن جزر مبشور اللي بتحبيه. انا اه بحب اعمل فيها خاص وشبت وبقدونس واخيارية. ما بحبش احط فيها طماطم اللي بيحب بيحط بردك برحته طماطمية صغيرة ما فيش مشاكل. اي خضار حطيه اه كروم بعيزة تقطعي برحتك خالص. بروكلي اي حاجة. هنا علبة من التونة وانا بجيب التونة الحار. بحسها بتبقى سبايسي شوية. وفي نفس الوقت بيبقى تعمها الاز. وحطيت بس معلقة واحدة صغيرة من الدرة. مش معلقة مش كتير. بس ايه بردك بحبه كده بيديني طعم حل ومش متوفر ما فيش مشاكل. انا بقولك يعني اي نوع خضارة عندك حطيه. جبت معلقة من الزباجي اللي انا بعملها في البيت. آآ زباجي اليوناني. وانا عملتها معاكو قبل كده وحلوة جدا. طبعا لان هي غلية جدا. فبالنسبة لك في البيت هتبقى موفرة ومليانة بروسيل. واخدت معاها معلقة صغيرة من المايونيز ورشة فلفل اسود. وبضيف نقطتين من الخل. هي ده الدريسنج بتاعي اللي بحطه على السلطة التونة. او وجبة التونة المشبعة دي. بيطلع معايا زي من شايفين كده حوالي معلقتين كبار. حاخد معلقة وقلبها كده. وبجهز بقى طبق التقديم بتاعي. وعايز اقولكو ان الصلاطة ديت او الطبق دوت. لو اكلته هتعودوا برضك بعدي كم ساعة. بصوا بقى انا الفلفل دوت كده بيودي الاكلة في حتة تاني. آآ هنا ده طبق التأزيم بتاعي قدمتو بالشكل ده. ممكن بقى عايزة تضيفي عليها لمون. انا بضيف كده يعني كم نقطة لمون. عايزة تضيفي مستردة او خردل. برضك الحاجة اللي بتحبيها ديفيها عليها. ما تحكميش نفسك في اللي انا ضيفته. يعني ممكن انشي الحاجة اللي بتحبيها. واخر حاجة كده حطيت آآ يعني رشة كده من بقيت السوس كده. عشان ازوق الطبق. زي ما قلت لكم ان العين بتاكل قبل الفم. حبي طبقك وحبي اكلك. واعملي الاكل كده بنفسها على فكرة. هتلاقي طعمه بيبقى خطير وحلو جدا. رغم ان مكوناته بسيطة. لكن عايزة اقول لكم ان الطبق ده بالنسبة لي كده آآ بيكون بارد وحلو. وآآ بما اننا كده داخلينا على جو الحر. فبالنسبة لك ده هيبقى واجبها مشبعة جدا. وكمان بصوا. الالوان خطيرة. وخصوصا الارن الفلفل الحلو اللي فوق ده. انا بعد كده كان بالنسبة لي كان فاضي الاسناك. الاسناك دوت عملت آآ فشار. آآ او درة فشار. آآ خدت حوالي آآ معلقتين كبار. وحطتهم في آآ نص معلقة من الزيت. وعلى النار كده. وممكن تعمليه كمان في الميكرويف من غير زيت خالص. وببتيجي ان انا البولة الكبيرة جيحة كلها. وكانت دي بالنسبة لي هي الاسناك. وكان فيه واجبة عشا. بس انا صراحة ما ادرتش لاني كنت شبعت جدا. ممكن تخذ بقى واجبة عشا لو انت حبه. هتكون عبارة عن قطعة جبنة قريش حوالي تلات معالي. امعها خيارة وتمط مية. لكن انا صراحة كنت اكتفيت وشبعت جدا. لاني شربت سويل كتير. واتمنى النهاردة اليوم يكون عجبكم. لو عجبكم اليوم. اكتبوا لي في التعليقات وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة.